السلام عليكم خياتي ان شاء الله تكونوا كامل ملاحظة تكون صحتكم لباسا الحمد لله اليوم جيدكم فيديو جديد انتمنى ان شاء الله تعجبكم مقبل ما مدا وخليوا ليجام كومنتر فعلوا الجرس باش يوصلكم كون جديد اليوم خواتي حندير معاكم مطار جلي محوط مع العلم هذا الفيديو يعني يعني صورته تخوى جوع قبل العيد ما كانش عندي الوقت يعني باش ندلوا المونتاج ايدو معلش مكتب شربي علبكم اللي تخوا دغني جوع للكات دغني جوع تعال عمدان تكون عندنا شوية يعني تعال بخيسيون نقود معلش نحطو الخواتي مولعيد ان شاء الله بسكو هاد الطبق هادا يوالم يعني ديريه في كاش وليما ولا ديريه في كاش عرضا يعني هكا بطباع يعني وين درتيه راح يوالم هاد الطبق اليوم يوجد مقصوة الحم يوجد مقطع كبير حميسة ، سمعت ملح ، فلفل كحل ، كمون ثم يوجد ملح ، شابلوك ، حبيبا وعد الجاج والمعدنوس اليوم يوجد طاجين محووط ملقى بيدا ومرقى حمر وهنا لدي العديد. ونجوزه نريد الطريقة التحضير. نشوف اخوتي هنا في مهارات تاريخ الزيباس. لا تتحدثون عنولي اخوتي كنت رايحة ندرس ولكن لكم كنت سائمة. كواليس كما يقولوا نجيب الراسة على التوم تاعي وندرسو أنا قلت لكم هاد الأطباق التقليدية نحب توجوه يعني ندرس التوم مع ليزي بيس هنا هاي لك الدرسة تاعي واجدا نحطها دو كوتي ونجوزو باش نوجدو لصوص دينا لك هنا في الكوكوطة ديالي شوية على السمن وشوية على الزيت ونخليهم يسخنوا تخي تخبيع هات الطاجين يسموه طاجين بحويت ممو في حجي الرمو عين البقرة يعني كل منطقة وكيفاش تسمي هات الطابق الاسسانسيال يجي بزاف بزاف ابنين هدا كوالصح قلت لكم نخلي ملاح الزيت والسمن تاعي يسخنوا هنا البيت التاعي راهو يغلي نجي ونحط الحم بقري التاعي يتقلة هو اصل هات الطابق بالحم غنمي اللي ما عندهاش دير كما انايا بالحم بقري ولا بالجاج الى ما عندهاش كامل الحم ماشي مشروط كما قال لازم ديروه بالغنمي كان عندكم اللهم مبارك ما كانش عندكم ديرو بوش عندكم كما يقولوا الجود بالموجود ووالا ونجوزو اللافيون داشي تاعنا هنا يا باش ندوزنوها دونك هنا يا عندي كما ركو تشوفو كمية ملافيون داشي نحط عليها نص الكمية تاع الدرستاعي نزيد عليها كمية ملابصل مشي بزيف واحد زوج مغارف كبار هكدك كمية الاخرى هنديروها فلاسوس المعدنوس لاشا بلوغ واحد زوج مغارف كبار هكاك وحبيبة ولاد الجاج بيان سيخواتي انا هنا يا نسيت باش نحط السمن انتو ما ما تنساوش هانا قلت لكم كنا صايمين دونك ما ديروش عليا اهنا يا نجيب مغارفة كبيرة تاع السمن كي ما ركو تشوفو تحبو السمن ولا الزيت ولا المغارين تاني وش كانتووفر عندكم ونخلط ملاح كامل هادوك المكونات باش يتشربها لابيونداشي سير باش يجيكم يعني باش يجيكم الحم تاعكم ابنين لازم تخلطوا ملاح كامل هادوك المكونات وهنا يا جيت الحم تيالي البكري نحط عليه هديك الكميه تعال بصلي قعدت نزيد الكميه تاني اللي خليطها بتاع الدرسة ونخلطهم ملاح يعني نخلط ملاح البصل والدرسة مع الحم باش يتشرب لي يتشربهم لي ويتلقوا لي البناء قد لكم سماوة تانجين بحوت غس كو اه اجي فيه شو نزيغي كاكم تاكلو في الحوت سوكتو يادرتو حمر وانا هناك يتقلالي اللحم بتاعي نرمي الحميصة وانا اخوة تاتي نجي دي غاكتو ما ونمرق بالمسخون قسمة غطة للحن وانا نغلق الكوكوت ونخلي اللحم والحميصة يطيبه حسنا نجوزو هناك بيت كنت قشرتو نجوزو باش نبداو إن نلفاسونيو في الطاجين دياننا نضغط عليها على هذيك الحبات اولاد الجدش. ما تخافوش معيشة حتى للكم بس كوراكم دلتو لها حبيب اولاد الجدش. نفاصونيها هالدا كما راكو تشوفو. تقدروا ما تقطعوها على زوج او تقطعوها يعني تقسموها على الاربعة. معنا جي بخافري نديرها هاقد دى باشكي نقسمها يعني لجي الحباء الشامباء. تنسوا قدروا على حسب عدد الافراد العائلة ادعكم. وعلى الان كم نفاصونيهم هكا كما راكم تشوفوا هات الأطباق معروفين من بكريكن ويعني الأمهاتنا يديروهم مليح نحافظوا على التقاليد مليح يعني نطيبوه كما الأمهات ديالنا وطيبوه هم يعني تبكري بزاف بينين وعلى هنا نكملتهم كامل وش نديرو دوك اخوتاتي هنا هدو ما يعني هدي الافيونداشي اللي قاعدت لي نكمل نديرها على الشكل يعني حويتات هكا شغل حوتات كما راكوش مشي حوتات يعني تقدروا تقولوا يعني باش تجيني نحسب الحبة تاع البيض كنت رايح نديروهم دورين وبا تقول تخلي نديروهم عكا على هات الشكل باش يجوني يعني شابين مع مع الحبيبات تعودة للجاج اديالي وانا نكملهم كامل كما راكوش تشوفوا وانا راني نجوزهم في المقلاج جس باش يحمروا باش باش يطيبوه بس كوحيني كامل وطيبهم في المرقة وانا راني نحيتهم هنا كما راكوش تشوفوا وانا نجوزوا دوكا للحبات تعالبيت ديالنا اهنا دات كمية الفارينة حنرمدهم في الفارينة كين يحبوا يديرو هاديك تاع اسمي يرمدوهم هاكا في الفارينة بعد يزيدو البيض بعد يزيدو لاش عبليو انا جو بخيفها هاليدا يعني بس كرهم البيض ما راح يخليه يتحل دونك ننرمدهم هاكا عبان في الفارينة ونجوزهم تاعني في المقلاج غير باش يحمروا بقلكم بس ك هاح يكمل اه يكمل وطيبهم في المرقة يعني اديك الابيون دارشي تكمل الطيب في المرقة باش يلبيت بس كو البيض لهو طيب وضع الخازي تاعي هالي اللي قليت فيها هاد اه هاد الحم اريحا كم ننقله فيها لحبيبات هدو ما اديالي نحطهم هكذا ونخليهم حتى يعني نشوف اللون تحهم من تحتها تبدل باش نقل نقلبهم من الجهة الاخرى فعلا هنا شوفو كي شفت اللي اللون تحهم تبدل لقوت لكم من تحت نقلبهم هكا مشي حتى خليهم يحمرهم بزاف وجوست يدو هدك اللون برك ونقلبهم وطلقهم بيسك راح يكملوا طيابهم في المرقة يعني ما نحمرهم شو بزاف بزاف والريحة وشو نقول لكم يا اخواتي مع الصيام كامل الريحة راحي وشو نقول لكم الله الله طبالا هنا يا انا كملت يعني نكمل نقلي فيهم طالا شوفو هنا يا نحيتهم وحطيتهم هكا في الكسكاس لطلق لي انحلى كوكوت تاعي على الحمادك اللي يكون طابلي اندرهم يكملوا يطيبوا في المرقة نقلي في المرقة هيا دعنا جبت نجرى هالي حاس تفهم كامل هكدا ومن بعد نضيف فوقهم هذه المرقعة ومن بعد نضيف فوقهم هذه المرقعة 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 نضيف فوقهم هذه المرقعة